الجيش مليان أسلحة أسلحة مدمرة للعدو إذا استخدمت صح يا حبائي وإحنا معنا الأسلحة الروحية اللي هي كلمة الله يعني مثلا المسئلة على المجد الدنة نفسه مثلا في استحكال كلمة الله ده إزاي في التجربة على الجبل اشتر لما جيه يجربه فيقول له أنت جعت بقى لك 40 يوم جعت كل الحجارة دي أن تصير خبز عشان تقوله تشبع هل يعني المسئلة منتظر إرشاد من الشيطان حاجات غريبة جشتان غبي على فكرة يقول له الحجارة دي أن تصير خبز فقاله مكتوب يعني فقاله مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فهم الله فالمسئلة المجد بدأ يعلمنا أننا نستخدم سلاح كلمة الله والكتاب يقول لنا كده كلمة الله حية وفعالة وقمضى من كل سيف زي حدين كلام واضح وقاطع وقمضى من كل سيف زي حدين كلمة الله حية وفعالة فالمسئلة المجد علمنا وسلمنا هذا السلاح العظيم لما هو استخدمه هو نفسه عشان يبقى التاريكة لنا مثالا لكي نتبع إثر خطواته أنه يتكلم أن يردع الشيطان بكلمة الله الشيطان خده على جناح الهيكل وقال له طيب بدأ بتقوله بالمكتوب إلقي نفسك من على جناح الهيكل ومكتوب بدأ يحاب المسئلة بالمكتوب ومكتوب أنه حيرسل ملائكته يحملونك على أيديهم لألا تحثر بحاجة الرجلة قالوا مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك لا تجرب الرب إلهك مكتوب أيضا المسئلة المجد هنا بيأكد على أهمية سلاح كلمة الله القصوى في حياتنا في حربة الشيطان إنها زي بتكهر الشيطان بتكهر الشيطان يا حبائك فأنت مرهبة آياتها النفس المسيحية المتمسكة بإيمانك اللي بتجهدي بالسمرار وبدون تكاسل أو استرخاء في الجهد الروحي بتجهدي من قلبك وبفرح وبحب في الحياة الروحية إنك أنت تبقى مرهبة للشياطين واشتاهم ما قدرش يجمتك ولو جيب يتهزميه بنعمة المسيح وبقوة هذه الأسلحة المسيح لما يجدهن بنفسه وسلمهننا علشان خاطر ما ننهرش قدام تجارب مبليس الرضية بل أعطانا كمان السلطان عليها